اشتركوا في القناة واما هذا فلم يفعل شيء ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس شنو المكان اللي انت مشتاق له او اشخاص اللي تحبهم وتريد تكون وياهم وهذا هو الاهم ان تكون مع الشخص اللي تحبه ومشتاقه مشتاق له بالقراءة بنشوف انه اكو حب من الطرفين الكلام اللي قرأناه كان احد المصلوبين بجانب المسيح وكلام رد المسيح الى بنشوف الحب من طرفين المجرم المصلوب هي حب انه يكون مع المسيح وطلب هذا الشي من عنده انه من تجي في ملكوتك لا تنساني والرد من رب يسوع المسيح هو كان مفاجئ انه هو مو بالمستقبل لكن اليوم ولا بوقت معين ثاني اليوم تكون معي في الفردوس يا من وعدنا بعشياء لكن مع الاسف كان فقط كلام الذبيحة اللي قدمها المسيح بنفسها غيرت فعلا مجرى الامور بسبب انه قبل المسيح اللي كان يموت ينتقل الى الهاوية مكان الانتظار لكن المسيح فتح باب الفردوس والاغرب انه اول واحد دخل كان شخص مجرم اصلا اسمه ما مذكور لكن بالتوبة حقيقية هو تابها حصل على الحياة الابدية كل واحد بيروح عند اللي يحبه منو حبيبك انت المسيح في الفردوس هل انت رايح عند المسيح؟ لو يمنه رايح المسيح هو الطريق والحق والحياة وهو الوحيد اللي يقدر يوصلك الى الحياة الابدية اتمنى تجي مثل هذا المجرم وبتوب وتطلب من عنده اذكرني يا رب واسمك هاليوم راح يتسجل بسفر الحياة والربي باركك ويكون وياك بكل خطوة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة